تواصلت على صلتنا الدرفاع منافسات دوري سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة للمراكز الشبابية في نسختها الرابعة والأولى لذوي الإعاقة والتي شهدت يوم أمس منافساته بين مختلف الفراق الشبابية وشهدت يوم أمس حضور العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وقد حقق فريقاء مركز شباب مدينة حمد ومركز شباب جرداب فوزان مستحقان على حساب فريقي مركز الرفاع الشرقي ومركز شباب المحرق في المبارتين التي أقيمتها ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من منافسات الدور الأول أهمية هذه البرامج أو هذه البطولات أو هذه الأنشطة في مركز البحرين لها طابع خاص أول شيء أننا نستفيد منها في أمور كثيرة منها ما هو يتعلق بشق المجموعة من الشباب بما يعود عليهم بالنعف والفائدة وأيضا ممكن فيهم انتقاء المواهب البارزة منهم لتغذية الأندية على مستوى البحرين وله يعني إحنا لأننا كأول مرة نشارك في البطولة دي و أول مرة ترى إحنا الشباب كلنا ولا واحد يعرف الثاني فتاون إحنا لأمين الفريق و إن شاء الله إيقات في البطولات الثانية إن شاء الله بنعدل الفريق بنسويه أفضل وبنشارك في بطولات غير ونحصل على النتيجة أفضل والله استحق إن الفوز بس إن شوي الشباب ضيعوا فوق ما استغلوا الفرص كنا نقدر نطلع بنتيجة أكبر بس الحمد لله حققه المطلوب اللي هو ثلاث نقاط يعني حين عندنا ست نقاط مبارتين مبارة اليوم ينفوز نتصدر الحمد لله